موسيقى نشرة لأخري وأهم الأخبار من قناة السماء الفضائية والبداية بالعنوين قوات الاحتلال الأمريكي تطلق بمشاركة من إشاء قصد مناورة تنهية ثانية هذا الشهر في باديته دير الزور موسيقى الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يطلقون يوم الغضب ويهددون بإحراق الزنزانات وجنود صهينة يستنفرون للمواجهة موسيقى روسيا تطلق مناورات استراتيجية صاروخية بإشراف شخصية من الرئيس بوتين وتعرب عن قلقها من القصف المتزايد لدونفارس موسيقى أهلا بكم أفادت مصادر محلية في ريف محفظة دير الزور بإطلاق قوات الاحتلال الأمريكي ومليشي قصد مناورات عسكرية هي الثانية هذا الشهر وقالت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكية بدأت بإجراء مناورات وتدريبات عسكرية بمشاركة مليشي قصد الانفصالية ضمن باديات دير الزور حيث تسمع أصوات انفجارات في المنطقة وشهدات وجهورات العسكرية مؤلف من عشرات الآليات العسكرية صباح اليوم قادمة من أحيات الزور باتجاه البادية وتعتبر هذه المناورات الثانية هذا الشهر بعد أولى انطلقت في الثامن من الشهر الجاري ضمن منطقة حق العمر النفطي المحتلة بريفي دير الزور استخدم الجيش الروسي ضد الإرهابيين في سوريا نسخة مطورة للغاية من المسايرة الروسية الانتحارية العنسية قادرة على حمل رأس حربي أكبر حسب ما تم كشفه من قبل مصدر عسكريين روسية وبحسب المصدر فقد جار استخدام نسخة جديدة من الطائرة الانتحارية العنسية 3 عدة مرات من قبل وحدات عسكرية روسية ضد مواقع أو مواقع إرهابية في سوريا وأشار المصدر إلى أن نسخة الأكثر تطورا من هذه الطائرة حصلت على ديناميكيات تهوائية مطورة والآن لديها جناح كبير على شكل X وذيل على شكل X وليس جناحين متمثلين على شكل الحرف X كما كان من قبل كما زادت مدة ونطاق طيرانها وهي قادرة على حمل رأس حربي بقوة أكبر وتصل مدة طيرانها إلى 40 دقيقة والسرعة القصوى 110 كم في الساعة في حين يبلغ وزن الرأس الحربي الذي تحمله ثلاثة كيلوغرامات ومع اكتشاف الهدف تنقض الطائرة المصير عليه مثل صاروخ الموجهة وتدمر نفسها تماما بدأ مجلس مدينة القامشلي حملت نظافة وأسعة شملت المدخل الغربي لحي المطار معددا من الشوارع فيه وذلك في إطار فعاليات اليوم الوطنية للمجلس المحلية نحن متواجدون جميعا هنا أعضاء مجلس المحافظة ورئيس مجلس المدينة ومجلس المدينة وبعض الفعاليات للمشاركة في حملة تنظيف المدخل الجنوبي لمدينة القامشلي احتفاءا بيوم الإدارة المحلية مجلس مدينة القامشلي قاما بعدة نشاطات استهدفة أكثر من حي اليوم نحن أمام المشفى الوطني في القامشلي ومطار القامشلي الدولي استهدفنا الموقعين بالنظافة وتقليم الأشجار وتهزيبها والنظافة وتنظيف الرئرات النظافة هي عنوان الحضارة ونحن شعب نطمح ونتمنى من مواطنين المحافظة عليها لأن هذه الحدائق وهذا الصرح الصحي والطبي الموجود هو موجود لكل المواطنين قمنا اليوم بحملة نظافة شارع مشفى الوطني وداخل المشفى وقمنا بترحيل النفايات الصلبة ودخلنا لشارع المطار إلى دوار جسر السكة وقمنا بترحيل النفايات الأشوائية للمكبات العضوية توجهت مجموعات النظافة في حملة على طريق المطار والمشفى الوطني وداخل المشفى الوطني كم عدد الورشات؟ عدد الورشات 170 عامل و21 ورشات نحن موزعين 170 عامل و21 مشرف ومشرفة من جميع مكونات المجتمع المحلي ضمن مدينة القامشلي قسمنا الفرق إلى 20 فرقة مقسمة ضمن أحياء المدينة والشوارع الرئيسية نظم مجلس محافظة دير زور بتعاون مع الوحدات الإدارية والمنظمات الشعبية والمجتمع المحلي حملات نظافة في العديد من أحياء المحافظة وذلك ضمن أسبوع المجالس المحلية لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة وللحد من تراكم النفايات وضمن مناسبة أسبوع المجالس المحلية ومن خلال العمل التشاركي المكثف بين مجلس مدينة دير زور والوحدات الإدارية في المحافظة بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمجتمع المحلي والتي يتضمن جملة من الفعاليات والأنشطة الخدمية والبيئية والتنموية تقوم مديرة الخدمات التنظيمية بحملة تنظيف وترحيل الأنقاط من الحي الشرقي لمحافظة دير زور بدأنا بشارع الجبال الدياسات وكذلك تتجمع الحي العمال وحاليا بالحي الشرقي مرار فعاليات العيد الوطن الإدارة المحلية تشارك اليوم مديرية الزراعة دائرة الحراج بالتعاون مع مجلس المدينة بتنظيف وتعشيب تقليم زراعة الفراغات بالمحور الثالث اللي يمتد من دوار جند المجهول مرورا بالجامعة إلى دوار أمن الدولة ويأتي هذا العمل في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالواقع الخدمي وبث ثقافة التشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والمساهمة الفاعلة في إعادة أعمار ما خربته يد الإرهاب قمنا بتقسيم المدينة إلى عدة قطاعات وكل قطاع مخصص له يوم عمل تشارك فيه جهات كثيرة بالمحافظة البلدية الأطفاء مديرية الزراعة الحراج تشمل الحملة تنظيف الشوارع إزالة المخلفات في بعض الشوارع اللي بحاجة للترقية أو بحاجة لإعادة التنظيف بشارع سين المفواد سوق الجبالة وأيضا هنا فيه فعاليات بإعادة بناء أو إعادة أشجار المكسرة اللي بحاجة للتقليم اللي بدها زراعة جديدة كما عملت طواقم العمل المشاركة في المبادرات التي تسهم في تنمية روح العمل الجماعي ومساندة الجهات الخدمية بما ينعكس بصورة إيجابية على الواقع الخدمي في المحافظة للوصول إلى الهدف المراد تنفيذه خلال فترة زمنية قصيرة أعلنت وسائل أعلام الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة وذلك بعدما قالت أنه تسلل طائرة مسيرة من لبنان وقالت وسائل أعلام الاحتلال أن صافرات الإنذار انطلقت في الشمال عقب دخول طائرة مسيرة حلقت فوق مستوطنات الجليلة مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال استدعت سلاح الجو لإسقاطها ولتعترف بعد قليل أن الصورة والمقاتلة فشلت في محاولات إسقاط المسيرة كما زعمت أنه تم اعتراض طائرة مسيرة أخرى دخلت نتجاه الأراضي السورية يطلق الأسرة الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي جمعة الغضب التي أعلنوا عن خطواتها أمس بدءا بحق ززنات بالمقابل استنفرت سلطات الاحتلال قواتها لمواجهة انتفاضة الأسرة وضافا إليها انتفاضة أهل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة الذي يشهد مواجهات يومية يوم غضب فلسطيني هو الرد الجديد من الأسرة في سجون الاحتلال على قرارات إدارة السجون الإسرائيلية وسيصل الغضب من الأسرة إلى حد إحراق الأقسام والزنزانات والإضراب عن الطعام الأمر الذي دفع القوات الإسرائيلية لتصعيد إجراءات الاحتلال بشكل مكثف في الضفة وغزة فجر يوم عظيم يعيشه الفلسطينيون حيث سيكون عدد المصلين أكبر من المعتاد في المسجد الأقسى ومطالبة خطباء المساجد بتخصيص خطبة يوم الجمعة للحديث عن الأسرة وانتفاضتهم ومعاناتهم ومخاوف إسرائيلية من اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين دفعت الاحتلال لنشر قوات إضافية من الشرطة في البلد القديم وباب العامود في القدس المحتلة مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين حمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرة وخاصة الأسيرة المريضة ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج لأنهم يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم وما زالت عشرات العائلات في حي الشيخ جراح تواجه خطر التطهير العرقي والتهجير القصري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية وفي محاولة للضغط على كيان الاحتلال من أجل وقف عملية تهجير محتمل للسكان هناك ستنقل السلطة الفلسطينية ملف حي الشيخ جراح في القدس إلى مجلس الأمن وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أنه سيتم الطلب من المجتمع الدولي خلال الجسد القادم بعد أيام لعب دور أكثر فعالية للضغط على حكومة الاحتلال وثنيها عن هدم منازل المواطنين ووقف ما يجري في الشيخ جراح وعموم الضفة هل سيحقق هذا الغضب الفلسطيني والالتفاف الشعبي في كافة المناطق بما فيها مدينة القدس وقطاع غزة نصرة للأسرة؟ قضت القوة الجوية العراقية بدربة دقيقة في محافظة الأنبار على قياديين اثنين في تنظيم داعش الإرهابي أحدهما الإرهابي المكنن أبو نوكا والي الأنبار والثاني هو الإرهابي أبو زيد الحلاوي أهم المنفرزه في تنظيم داعش الإرهابي وأن أشرت القوة الجوية مقطعا مصورا لعمليات الاستهداف كثفت قوى العدوان السعودي غاراتها على العاصمة اليمنية صنعاء واستهدفت خلال الساعة الماضية منطقة المساجد في مديرية بني مطار ما أدى الاستشهاد أحد أفراد حراسة منطقة تجميع وخلفت القناة العنقودية في منطقة المساجد اشتركوا في القناة دعت ست دول أوروبية تقودها فرنسا ألمانيا دعت موسكو لعدم الاعتراف باستقلال جمهوريتين لغانتسيك ودونيتسيك الشعبيتين شرق أوكرانيا معتبرين أن هذه الخطوة انتهاك لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ومخالفة لنصوص اتفاقية مينسك وأتلى المنظوم الفرنسي بيان دول الست وهي فرنسا ألمانيا إيرلندا إستونيا ألبانيا والنرويج بعد جلسة مجلس الأمن التي ناقشت أمس سيرة تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا نحذر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انتهاك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لحقا وستكون انتهاكا مباشرا لاتفاقية مينسك ندعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية مينسك بدءا بالالتزام غير المشروط بوقف إطلاق النار وندعو روسيا للقيام بخطوات ملموسة للتهديئة والشفافية بشأن أنشطتها العسكرية من جهته دعا المنظب الصيني تشانجون إلى تخفيض توتري ومحاولة حل الأزمة الأوكرانية بطرق أدب الماسية وأشار إلى أن سلوك بعض الدول المتمسكة بعقلية الحرب الباردة وبناء التحالفات العسكرية في إشارة للولايات المتحدة لن تؤدي سوى للانقسام ودهد الأمنة والسلام الدوليين يجب على جميع الأطراف المعنية تغريب صوت العقل والتمسك بالاتجاه العام للحل السياسي والامتناع عن أي عمل من شأنه إثارة التوترات أو تصعيد الأزمة كما يتعين على الطرفين النظر بشكل كامل في المخاوف الأمنية المشروعة لبعضهما البعض وإظهار الاحترام المتبادل وعلى هذا الأساس حل خلافاتهما بشكل مناسب من خلال المشاورات على قدم المساواة فيما يحط الرئيس البيلاروسي رحاله في موسكو للقاء الرئيس بلاديمير بوتين تنطلق في روسيا وبإشراف بوتين شخصيا مناورات استراتيجية صاروخية لاختبار قدرات الصواريخ الباليستية فيما أكد الكراملين أن هذه المناورات لا ينبغي أن تسبب القلق لأحده معربا في الوقت ذاته عن قلقه من القصف المتجدد الذي تنفذه كييف على منطقة دومباس خلال الساعة الأخيرة بعد منتصف شباط وكما توقع الخبراء تبدأ أول رشقات النار والتي يخشى أن تدفع إلى حرب تنطلق في الأقالم المتنازع عليها الجيش الأوكريني يقصف بالمدفعية مواقعا على خط التماسي مع دومباس مخترقا وقف إطلاق النار في عملية وصفت بالأعنف منذ شهور وبالأشد استفزازا لموسكو في الوقت الذي تصرح به الدفاع الروسية عودة جزء من القوات إلى قواعد تمركزها عقب انتهاء التدريبات لن تختلف المناوشات العسكرية على ساحة النزاع عن المشدات الكلامية في الجسد الأخيرة التي عقدها مجلس الأمن لبحث التطورات الأوكرينية حيث تبادل الأطراف التراشقة بالاتهامات بالتصعيد وواشنطن توصل استفزازها لموسكو عبر التجديد على شنها الغزو على كييف في أي وقت وكأنها تسعى لإشعال الغضب الروسي بشكل مستمر وفي نهج يراد به إغرق روسيا في الحرب أنا هنا اليوم لتفادي نشوب حرب وليس لبدء الحرب روسيا تحشد أكثر من 150 ألف جنديا على حدود أوكرينيا والقوات الروسية تستعد لشن هجوم على أوكرينيا خلال الأيام المقبلة وإن العاصمة كييف من بين الأهداف المحتملة الجانب الروسي ينفي مزاعم الغزو ويشدد على أن خرق اتفاقية مينيسك التي يرى فيها المخرج الدبلوماسي للأزمة لن يجدي إلا سلبا وتصرف كييف الأخير لن يثمر إلا تأجيج الأزمة بين البلدين لسبع سنوات دعت روسيا في كل المحافل الدول الغربية للضغط على كييف لتطبيق اتفاقية مينيسك إنهم يفعلون العكس بالضبط الإحساس المتزايد بالإفلات من العقاب دفع أوكرينيا إلى المزيد من المغامرة سيناريو إطلاق شرارة الحرب وإيجاد ذريعة لغزو أوكرينيا في الواقع المتهم هو روسيا والفاعل النيتو من خلفه الولايات المتحدة عشرات من الجنود الأمريكيين يصلون بولندا في إطار تعزيز القوات التي ستواجه ما يسمى بالغزو الروسي لكييف يبدو أن لهذه القوات وفي بولندا السوفيتية السابقة خصوصية عالية ليزامن وصولها هبط طائرة وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن في الأراضي البولندية وفي الجانب الآخر الدفاع الروسي تعلن عن تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة بإشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا رسائل متبادلة عسكرية سياسية مفادها أن الأمر لم ينتهي بعد وقد ليكون التصعيد السابق سوى رأس الجبل الجليدي أجرى أطقم مقاتلات سوء 35 و سوء 30 التابعة للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية البيلاروسية مناورة تحاكي قتالا جويا مزدوجا وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطيارين نفذوا مناورات دفاعية وهجومية في مجال جويا محدد وتم التنفيذ على ارتفاعات بين 200 و 1000 متر باستخدام قدرات فائقة للطائرات في أبغازيا نفذت القوات الروسية في المنطقة الجنوبية بدعمين من المدفعية والاستطلاع في أبغازيا مناورة تفتيكية الوحدات المشاة باستخدام الأسلحة الخفيفة تسببت الفيضانات والانزلاقات في مدينة بيترو بوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو البرازيلية بمقتل 117 شخصا على الأقل حسب ما أعلن حاكم الولاية وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن هذه المنطقة قد شهدت خلال ساعة تساقط 260 مليمترا تقريبا من الأمطار أي أكثر مما كان متوقعا لكامل شهر شباط وأعلن رجال إغاثة إنقاذ 24 شخصا في حين قال مكتب المدعي العام في ريو أن 35 شخصا سجلوا في عداد المفقودين كما نقل قرابة 300 شخص إلى مراكز إيواء وقيمت غالبتها في مدارس إلى العنوين قوات الاحتلال الأمريكي تطلق بمشاركة ميليشيا قصد منورة تنهي الثانية هذا الشهر في باديتي ديرزورة الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يطلقون يوم الغضب ويهددون بإحراق الزنزانات وجنود الصهيرة يستنفرون للمواجهة روسيا تطلق منورة استراتيجية صاروخية بإشراف شخصي من الرئيس بوتن وتعرب عن قلقها من القصف المتزايد لضعب أسا مشاهدين هذا كان كل ما لدينا شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر